لسبب ما بعرفه لحد هلأ ليش بس ولا مرة كنت فكر انه انه اعمل تجربة على هيدا الدور لانه فيه سلمان وفيه ندياد وكانت اكيدة اني ما بفتكر اني ممكن اعمل هيدا الفيلم ولا شوي وكانت بمرحلة سيئة من ما سيرتي لانه فيلم رايس كان عم ينهارت وكمان ما كان عندي عروض تانية وكنت قاعدة لا شغلة ولا عاملة ايه وكمان كان في حكي بالهوى عن فيلم او اتنين بس بس انا ما كان عندي فكرة وين صاره وبعدين اجاني اتصال من ندياد وقال لي انه انا حبيب شوفيك تعالي عندي على المكتب قلت له اوكي كنت اشتغلت مع ندياد من قبل كنت عملت فيلم هاوس فلتو معه وغنيت بالجزء الاول عم تحكي عن ساجد ندياد فالا مهي ايه ساجد ندياد فالا اوكي قلت علي تعالي عندي على المكتب قلت قلت ممكن يكون فيلم هاوس فلت ثري او يمكن غنية بالفيلم او دور صغير ما كان عندي فكرة ابدا لشو رايحل عنده رحت على المكتب تشوفه وقال لي بدي احكي معيك بخصوص فيلم كيك وحتى لما قال لي هيدا الشي فكرت معقولي في غنية او صحبتها للمسلة البطلة شو ممكن يكون بس قال لي لا الدور الرئيسي مقابيل سلمان خان بصراحة قلبي كان رح يطلع من مطرحه رجعت قلت لحالي ما بصدق مش معقول عن جد ما بصدق مثل اللي كل عمره عم بيحلم بحلمه وفجأة تحقق قدامه وهيدا يلي صار معي بالزبط لما نعرض عليك كيك ومضيته مع انك بالوقت الحالي كتير مرتاحة باللي عم بصير معك بمجال السينما هون وعم تمضي على اعمال كتير كبيرة وافلام حلوة بعدك ما نسيت حلمك الاساسي انك توصلي على هوليوود وخاصة لوس انجلس ما هيك لا ابدا حسب ما سمعت انك عم تشتغلي بمشاريع عالمية وضخمة هل هالشي صحيح او لا ايه مظبوط اشتغلت بفيلم باللغة الانجليزية تصور بسيري لانكا بعتذر فيلم سيري لانكا عمل بالانجليزي كرميل جمهور عالمي عملت هيدا الفيلم ومن بعده اشتغلت بانتاج انجليزي كمان فيلم اسارة بفتكر انه هيدا كان هيدا كان على طول حلمي الاساسي انه اني كون موجودة بافلام بهوليوود يعني وهيدا لانه اللغة الانجليزية انا بحكيها بسهولة اكبر تعريفة قد ما اشتغلت على حالي وعلى لغتي لما جيت على الهند صرت مرتاحة بالافلام الهندية وانصدمت لما كنت عم صور الفيلم الانجليزي كنت عم بلاقي صعوبة كبيرة اني اقول حواري كنت عم بنصر حوار بالانجليزي بس لو عطايتني سيناريو بالهند ما بنسى ولا كلمة حتى وحتى طريقة اللفظ ما كنت حقنسى شي كنت مفكرة طول حياتي انه ما عندي مشكلة باللغة الانجليزية بس لما عملتوا للفيلم فكرت انه رح يكون سهل بس مكن سهل ابدا حكيتي انت عن صعوبة اللغة وتذكرت هلأ انك عم بتصور فيلم مؤخرا اسمه هاوسفل وفيه ثلاث نسوين نارجس وانت وليزا انتو ثلاثة الهندية ما انا لغتكن الام اصلا بالاساس لكن لازم تشوفنا كيف قدرتو من البقى منيح مع بعض خبريني كيف انتو ثلاثة قدرتو تدبرو حالكن يعني شغلة كتير مهمة وصعبة انه البطلات الثلاثة اللي عنده نفس المشكلة باللغة عم يعملوا نفس الفير ايه يعرفوا يختارونا الله طول كنت اطلع بنا ضياد وقله عافيك شغل اختيار